شوف المركز الإعلامي مشكوراً جداً وده حقيقي بقى لأنه دي بالذات من أكتر الحاجات اللي عجباني خلال الأسبوع ده أو الله اللي هي موضوع البطالة ده المركز الإعلامي حي أصدر لنا تقرير رائع جداً ضمن سلسلة أين كنا سلسلة سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم على سياستنا في إيه؟ الجمهورية الجديدة علشان إيه؟ علشان نقلل نسب البطالة ومعدلات البطالة عندنا في مصر بص يا مولانا الصفحة الأولى هي الشهادات الدولية الناس قالت علينا إيه زمان وبيقولوا علينا إيه دلوقتي إحنا واخدين إيه؟ أو المركز الإعلامي مشكوراً واخد إيه؟ واخد البنك الدولي واخد أكسفورد بيزنس جروب أو مجموعة أكسفورد للأعمال واخد يو أن دي بي ده تقرير تنمية البشرية بقى أم المتحدة واخد منظمة العمل الدولية كلهم دون استثناء بيتكلموا عننا زمان من الآخر كده باقي الكلمة اللي قالتها منظمة العمل يعني الكل آي للجملة دي تقريباً أو مفادها أو معناها إن بطالة الشباب في مصدر قلق رئيسي خصوصاً في أعقاب 2011 وإن ده بيسلط ضوء على إشكاليات رئيسية أولها انخفاض مشاركة الشابات في القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة تانيها يتعلق بنوعية الوظائف المتعلقة أو المتاحة بالشباب هتلاقي إنه إحنا في الفترة بتاعة 13 أو 12-13 معدلات البطالة بتاعتنا كانت 13% أما سنة 16 نزلت حبة لـ 12.6% وصلنا لإيه؟ الكل أجمع ما أصبحنا عليه في إنه في العام المالي بتاعنا 23-24 سبعة في المية بطالة يعني 50% خفضة عن المعدل استلمنا البلد 13% دلوقتي سبعة في المية كل عام وأنتم بخير أنا كده اختصرت الصفحة الأولى فمن حقي أطلب صفحات تانية تعالوا نروح الأول على صفحة 2 عشان خاطر 3 ونبيها تولي 2 أصلاها حلوة أوي هقول لكم ليه حلوة أوي عشان فيها لازم أنا بحب إنه إحنا نوري الناس برضو معدلات البطالة اللي موجودة في العالم عاملة إزاي فعني إحنا شايفين موقعنا على سبيل المثال للحصر شوف يا سيدي الصين تاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العملاق هذا التنين العظيم الضخم المزهل المخيف لا قوة الإمبريالية الغربية 5 ونصف المي أنا نستقل لك إحنا إحنا 7 من 10 7 و2 من 10 روسيا 3 و6 من 10 إيطاليا الاتحاد الأوروبي 7 و9 من 10 توركيا 9 و7 من 10 مصر 7 و2 من 10 أهو الله الله طب الأردن 22 و9 من 10 طب المغرب 12 و9 من 10 طب المملكة العربية السعودية 9 و9 من 10 تخيل اليابان فيها بطالة ده بالنسبة لي رقم غريب جدا 2 و4 من 10 طيب عندك إيه تاني في الاتحاد الأوروبي يا عم يوسف غير إيطاليا لا ده أنا جيب لك بقى فرنسا 7 و2 من 10 زي حالتنا أسبانيا 12 و9 من 10 ألمانيا قلعة الصناعة الأوروبية 5 و7 من 10 طب ده معناه إيه يا مولانا ايه الله صفحة 3 لو حبيت ده معناه إيه يا مولانا ده معناه إن أنت بزلت جد مهول علشان تقدر توصل لمتوسط بطالة أو معدل بطالة بالمقارنة بالدول الكبيرة أنت مش بعيد أنت بتتكلم على إنه عندك دول في الاتحاد الأوروبي زيها زيك فرنسا عندك دول أقل قريلا بمقدار تقريبا 2% وهي قلعة الصناعة الأوروبية أهم أو أنا في رأيي أعظم مكينات في العالم وده معروف ألمانيا أقل منك بـ 2% إيطاليا أكتر منك أسبانيا أكتر منك بكتير حاجة أنت بزلت جهد جهد أو الله هي جهد من 13% لـ 27 و2 من 10 طبعا نشوف صفحة 3 شوفتوني وانا سريع ومختصر طبعا نشوف صفحة 3 طيب مزيد من فرص العمل خلال الربع الرابع لسنة 2022 معدل البطالة لو جينا قارنناه من سنة 2014 الربع الرابع أي الربع الأخير آخر 3 شهور من شهر 9 لشهر 12 إحنا كنا 12 و9 من 10 يعني هما 13% أما في آخر ربع لسنة 2022 اللي انتهى في 31 ديسمبر اللي فد ده بقينا 27 و2 من 10 تعال نشوف قوة العمل زادت ولا ما زادتش وده مهم جدا قوة العمل زايدة بنسبة 9 و4 من 10 يعني أنا كان عندي labor force قوة عمل 27 و7 من 10 وصلنا إلى 30 و3 من 10 مليون فرد طيب طيب نسبة الزيادة في عدد المشتغلين كنا 24 مليون فرد بقينا 28 مليون فرد بيشتغل طيب تعال نشوف حصل خفض قد ايه في عدد الناس أنا بحبش كلمة المتعطلين دي بسيارة رسميا تتقال كده يعني حتى إحصائيا لكن تعال نقول الناس اللي ما غيرتش بتشتغل نزلوا قد ايه نزلوا 38 و9 من 10 النسبة طيب من قد ايه من 3 و 6 من 10 مليون فرد نزلنا إلى 2 و 2 من 10 مليون فرد تعال ناخد صفحة كمال أنا بجري بسرعة هو مش معطلكوا في حاجة هياخدولي صفحة 5 ماشي تعال نشوف معدل البطالة ربع السنوي في مصر يحافظ على المستوى الأقل من سنة 2004 كلمني عن الاستقرار سنة 2004 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 مش دي كانت الدولة الحلوة على رأي بعضهم شو سيني أنا قاعد كده مفروض بس أنا قاعد كده مش غلسها والله عشان ظهري بيجد بحيز تاني ايه المهم مش دي كانت الدولة الحلوة الجميلة 6 سنين هم استقرار فيش بعد كده مش في بعضهم بيقول كده طيب والدولة المستقرة يا ترى يا هل ترى عملت ايه في معدل البطالة الله يعني دولة ما كانش فيها ولا ارهاب ولا ديولو ولا جماعة متربصة ولا بتختطف السلطة وبتختطف الدولة وبتضرب الناس بالنار في الشوارع اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة كل عشرة يعني كلهم على بعض كده سابع سنين اربعة وتمانين شهر تجد ان معدل البطالة الربع السنوي في مصر دلوقتي هو الاقل من سنة 2004 حتى ما شفناهوش من 2004 وكده في حاجة مهم ان احنا ننظر ليها بلد قعدت تحارب ارهاب وبلد شايفة حدودها طول الوقت مهددة وبتقوم بكل الجهود ودفعت اتمام غالية من دم ولادها وارواحهم ده اولا سيبك من الفلوس الا انها ما توقفتش عن العمل وعن البناء وعن توفير فرص العمل ده المهم ده المهم طيب ناخد صفحة ايه كمان عشان خطر صاحبكم يوسف فعلا ناخد صفحة 8 الناس بتحب للأسف الناس في بلادي يحبوا يسمعوا قراء الاجانب قد عنيهم عيني فتش وستاندرد وصندوق النقد الدولي تعال نشوف كده الناس دول بيقولوا ايه على الاقتصاد في مصر ما هو الاقتصاد في مصر ده لو انا قادر اقل المعدلات البطالة ده معنى ايه معنى قدرة الدولة على خلق فرص عمل جديدة صح طيب والدولة عشان تبقى قادرة على خلق فرص عمل جديدة معنى ايه معناها ان عندها امكانات اقتصادية مصحوبة او ماشية في اتجاه الارادة السياسية يبقى ارادة سياسية في ظل امكانات اقتصادية تسوي فرص عمل طب امكانات اقتصادية ده معنى ايه كلمة امكانات اقتصادية معنى انك تبقى ماشي في اطار مجموعة من القرارات الاقتصادية اللي ماشية في اتجاه ايجابي يؤدي الى خلق فرص عمل فيها اي فكاكة ولا منطق اظن منطق تعالوا بصوا واحدة واحدة الجماعة بتوعفتش جايبين 23 و24 و25 و26 و27 انخفض معدل البطالة 7 و3 7 و2 7 6 و8 من 10 6 و6 من 10 ده انت فضلك زلط وتبقى زي المانيا ماشي ستاندد امبورز هم اقلهم تفاؤلا قالك معدل البطالة يفضل ثابت عند 7 و3 من 10 صندوق النقد الدولي تقريبا احصاؤه ودرسته قريبة جدا من فتش فقالك 7 و3 من 10 7 و3 من 10 ينخفض 25 ل7 و1 من 10 26 6 و9 من 10 27 6 و7 من 10 فهتلاقي انه فتش وصندوق النقد الاثنين بخصوص سنة 20 27 بينهم صفر فاصل واحد هنا فتش بتقول 6 و6 من 10 هنا صندوق النقد الدولي بيقول 6 و7 من 10 هل هناك دلالات اقوى او اهم من دلالات الارقام او الحقائق لا اظن ولا اعتقد ولا اؤمن بذلك هل هناك دلالات اهم من الحقيقة الدامغة ترجمة نانسي قنقر